ازاي تفتح مشروع? والمشروع ده يكون صافي الارباح بتاعته ستة وتلاتين الف جنيه مشروع ده يكون صافي الارباح بتاعته ستة وتلاتين الف جنيه لكن عشان تفتح المشروع ده محتاج تعرف كل خطوة موجودة في المشروع ده والمعدات اللازمة اللي توصلك او اللي توصل خط الانتاج بتاعك او المصنع بتاعك ان يوصل الارباح بتاعته تكون ستة وتلاتين الف جنيه ده اللي هنتعرف عليه في الفيديو بتاع النهاردة فلو حضرتك لسه جديد معنا ما تنساش تعمل اشتراك في القناة ولو منضم لينا من زمان ما تنساش تعمل لايك الفيديو عشان يوصل لأكبر قدر ممكن من المتابعين وجلبين نتابع الشرح العملي والتفاصيل اللي هتوصلنا لستة وتلاتين ألف جنيه في الشهر الواحد الشرح العملي دلوقتي هنتكلم عن المشروع الثلج بصافي أرباح ستة وتلاتين ألف جنيه في حد ممكن يسمع الاسم المصلحة نفسها أو الحاجة نفسها ويبدأ انه يطلع من الفيديو استأذنك تكمل معي الفيديو لحد النهاية عشان تعرف صافي الأرباح بتاعتك عمنا ازاي أولا المشروع بتاعنا ده للفئة المتوسطة يعني الفئة اللي معاها رأس مال وعايزة تبدأ المشروع ده لو ناس ما معاهاش رأس مال ما ينفعش يبدأوا المشروع ده لكن انت لو ما معاكش رأس مال ولكن خدت الفكرة من الفيديو ده ينفع تشرحها لأي حد تاني بحيس ان انت تعرف تدير المشروع وهو يكون ممول للمشروع ده بالفلوسطي أولا المشروع السلج من المشاريع الموسمية بيشتغل بس خمس شهور في معظم البلدان وفي بعض البلدان بيشتغل فيه حوالي سبع شهور رابط المقالة دي أو دراسة الجدوى دي هكون سايبها لك في وصف الفيديو عشان تقدر تطلع على أي تفاصيل انت عايزة تمام كده؟ في بعض الدولة العربية بتشتغل ستة شهور أو سبع شهور حسب ايه؟ حسب الفصول الصيف اللي موجود عندهم ودي زي ما حضرتك تشايف قدامك دلوقته يعني ده مثال توضيحي كده للمصنع التالك والدنيا فيه بتبقى عامل ازاي؟ طيب المنتجات اللي بتتقدم؟ المنتجات اللي بتتقدم بتبقى مختلفة حسب البلد اللي انت فيها يعني مثلا احنا في دولة مصر المتعارف وان وزن اللوح بيبقى من عشرين إلى تلاتين كيلو جرام من عشرين إلى تلاتين كيلو جرام وفيه بعد الدول بيكون وزنها عشرة كيلو جرام وفيه بعد الدول بيكون وزنها 100 كيلو جرام وانت حسب العميل فيه عميل عندك ممكن يتعاقد معاك اللي يقولك أنا عايز فرما معينة أو عايز استنبا معينة دي اللي تشتغل معي على طول تبقى تلاتين إلى خمسين على حسب رغبته هو تمام كده؟ طيب مين اللي مستفدين من المشروع بتاعنا ده؟ المستفدين من المشروع بتاعنا ده ناس كتير وعرف فقعدة كده كل ما بيزيد المستفدين من المشروع بتاعك التسويق بتاعه ببقى سهل جدا أول ناس مستفدين من المشروع بتاعنا هم تجار الأسماك سواء أصحاب المحلات أو الموزعين أو حتى الصغيرين اللي هم بيبيعوا في الأسواق الفئة التانية المستفيدة من المشروع ده هم العاملين في تجارة الطيور المسبوحة وكذلك العاملين في تجارة اللحوم بأنواعها طيب كمان يكسر الطلب على ألواح ثلج في المدن السياحية حيث يتم استغلالها في تبريد المشروبات جميل جدا يطلبها العاملين في مجال تصنيع العصائر التزجة وإنتاج المنتجات المخفوقة ومنتجات الشوكولاتة كل الحاجات دي لازم فيها المفلوجات أو السلج بسرعة سيارات النقل السقيلة التي تنقل البضاء التي تفسد بداعي الحرارة تحتاج إلى ألواح السلج للحفاظ على تلج المنتجات تمام أو على درجة حرارة المنتجات الأفراد العاديين يحتاجونها في المناسبات مثل الأفراح والمنحفلات وهكذا فكل دي احتياجات ده فيه احتياجات تانية كتيرة طيب نخش بعد كده على موقع ومساحة المشروع بالنسبة لموقع ومساحة المشروع يفضل طبعا أن يكون فيه مكان التكاريف فيه مش غالي قوي كأجار أو أي حاجة خاصة أن أنت هتكون مصدر بس للإنتاج حتة التوزيع دي أنت إن شاء الله لما تتعرف الدنيا معك تبقى ماشية بشكل كويس طيب يفضل أن تكون المساحة مئة وعشرين متر مربع لو سبع متر عرض فيه سبعتاشر متر طول ده هيكون يعني بتطبق فيه أمثل الاشتراطات الموجودة في المشروع بتاعنا النهاردة طيب ولكن عادة فيه بعض الاشتراطات لازم تكون متوفرة أول حاجة أن يكون الشارع كبير لأسر عمليات النقل والتحميل أن يكون المشروع بعيد عن الحصائر مثل الدواجن الأرانب المصارف كل الحاجات دي طبعا هتنكر ريحة لتلك وبالتالي هيكرف معاك أو زي ما بيقولوا كده المشروع بتاعك هيبدأ إيه بوسط طيب السقف يكون من المسلح أو الحوائط من القيشاني أو الأرضيات من السراميك عشان ما فيش أي حاجة تفطلت بالسراميك طيب لا يجب أن تكون دور تلميه داخل البصنع بل يجب أن تكون خارجه يجب الاعتماد على ماء معقم ومطابق للمصافات وإن لم يتوفر فيمكن تعاكمه بالكلورة تمام يمكن تركيب شفاطات هواء لسحب الهواء الضار والروائح الغريبة لعدم التأثير على المنتقى نخش على تكاليف المشروع ودي أهم حاجة في البند بتاع النهاردة والله بيقولك التكاليف بتاعة المشروع دي فيه تكاليف اسمها تكاليف تأسيس وفيه تكاليف اسمها تكاليف تشغيل بالإدافة إلى المتطلبات اللازمة للمشروع مثل حجم العمالة والكمياء المطلوبة من المياه والطاقة إلى آآ إلى آخرة طيب نخش على تكاليف تأسيس وتكاليف التأسيس المتكوناة فيه أو متمثرة في خط الانتاج اللي هو خاص بصناعة الالواح آآ الثلجية آآ اللي هو تبلغ قيمته حوالي نص مليون جنيه ركزوا معي في التفاصيل تبلغ قيمته حوالي نص مليون جنيه انا صريح معاكم تبلغ قيمته حوالي نص مليون جنيه طيب آآ طيب بعد كده تكليف التشغيل والتكليف الشهرية في عندك ايجار شهري بمساحة مية وعشرين متر ده هيكون سعره الفين جنيه وفي عندك مصدر الكهرباء اللي هي خمسة وسبعين كدو واط تلاتة فاز ده يكون سعرها خمستاشر الف جنيه شهريا. وفي عندك خمستاشر متر مكعب يوميا من المياه النقوية الصلاحة للشرب والتصنيع. دي سعرهم في الشهر بيكون عامل الف جنيه. وفي عندك عدد اتنين عمال هيشتغلوا ورديتين. اتناشر ساعة واتناشر ساعة ده سعرهم اربع تلاف جنيه. وفي عندك شحن الدائرة بالنشادر بحوالي تلتمائة كيلو لمرة واحدة. آآ اول كل شهر دي عاملة خمس تلاف وسبمائة جنيه. وفي عندك خمسة طن ملحة فشن. آآ وبرملين آآ بلاستيكين وخراطيم للازابة مرة واحدة كل شهر. دي عاملة تلات تلاف جنيه. وعندة خمسة وعشين متر مكعب آآ من الماء لتعبئة الحوض. والعلب مرة الاخرى كل شهر ديت عاملة تلتمائة جنيه. طيب. كده التكاليف تقريبا يبلغ اجمال تكاليف التشغيل الشهرية حوالي واحدة وتلاتين الف جنيه. حوالي واحدة وتلاتين الف جنيه. طيب. ثالثة للإهلاك والصيانة. في عندك طبعا معدل إهلاك سنوي بنسبة خمسة عشر فلمية من سعر المعدات. حيث أن العمر الافتراضي للمصنع يتراوح من بين سبعة إلى عشرة سنوات. ولكن يمكن زيادة هذه الفترة بإجراء عمليات الصيانة في مواعدها. وتسطيح الأعطال المفاجئة بشكل فوري. وسيتم تقدير هذه الأعمال بحوالي ستة ألاف جنيه شهر. حلو. بيع الواحة تلج بيقولك والله يمكن الاعتماد أو البحث عن متعهد توزيع الألواح في المنطقة. في ناس معينة كده بياخدوا الحاجات دي منك ويبدوا يوزعوها على المحلات. أو على على المنافس اللي احنا قلنا عليها. أسعار بيع التلج والله بيقولك المتعهدين بياخدوا بسعر الجملة بياخدوا من اتنين ونص إلى تلاتة ونص جنيه في آآ في اللوح. وطبعا هو سعره دلوقتي اغلى كمان. طيب وفي فترة الصيف يتم البيع بسعر اربعة جنيه. بينما يتم البيع للأفراد اللي يزيرنا يشتري لنا بكميات محدودة بسعر ستة جنيه وقد يصل الى عشرة جنيه. طيب. صافي ارباح المشروع. متوسط ارباح المشروع للواح السرج الواحد هو اربعة جنيه ونص للجملة والتجزئة. عدد الواحة المنتجة يوميا حوالي خمسمية واربعين لوح. العوائد اليومية هتكون الفين آآ الفين ربعمية وتلاتين جنيه. العوائد الشهرية هتكون اتنين وسبعين الف جنيه وتسعمية. اتنين وسبعين الف وتسعمية. اتنين وسبعين الف حضرتك وسبعمية. تمام كده? تمام. طيب بيقول لك يتم خصم التكريف الشهرية والتي تقدر بحوالي واحد وتلاتين الف جنيه. والتصليحات اللي هي بستة الاف جنيه. واجمالي المباعات التي تقدر باتنين وسبعين الف وتسعمية لنصل الى صافي ربحة يكون عندك صافي الربح بتاع حضرتك عامل خمسة وتلاتين الف جنيه وتسعمائي. عامل خمسة وتلاتين الف وتسعمائية اللي هم تقريبا ستة وتلاتين الف جنيه اللي احنا تكلمنا عليهم في بداية المشروع. لو حضرتك عايز دراسة الجدوة بشكل كامل هتلاقيني سايبها لك في وصف الفيديو. تلاقيني سايبها لك في وصف الفيديو. اول ما تخش عليها هتلاقي رابط المقالة دي بشكل كامل موجود في وصف الفيديو. لو في اي حاجة مبهمة على حضرتك او عايز تتفصل عنها ما تنساش تكتب في التعليقات وانا برد على كل التعليقات. مشاهدين الكرام على امل اللقاء في فيديو قادم. نترككم في رعاية الله وامنه. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.